ماذا صنع الإمام الخميني؟ أعاد للأمة وعيها من جديد هذه الإرادة المنخولة والمنخورة في الأمة أعاد وأحياها فانطلقت قضية بلسطين انطلقت من الحجارة إلى الرصاصة إلى الصاروخ وبدل أن تغيب بين سباة الحكى ونوم الشعوب أصبحت هي القضية الأولى وهي القضية الفيصنية يعني لا حل للأمة كما بيّن الإمام الخميني إلا بإزاحة هذا الكيان المقتصب عن هذا الأرض فستستمر مقاومة المعتدين يعني البوصلة وهي القدس وهي رفع الظلم والضيء عن أهل فلسطين وعن شعب فلسطين وتحرير الأرض والمسجد الأقصى هذا سيستمر تبقى عية ومستمرة في النفوس خصوصا بعد أن أحيت وأعيد للأمة ضميرها بأنها قادرة ومتمكنة من كسر هيبة هذا الاستعمار المتوحش مهما كانت قوته ومهما كان داعميا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر